اهلا وسهلا بكم اصدقائي عم نطلع عليكم انا ورينبو بيوم جديد وتحديات جديدة واكيد لازم نذكركم كل المطلوب منكم تفكروا كتير منيح تكتفوا اتصالاتكم وتشاركوني اجاباتكم من خلال التواصل على رأم الموجود قدامكم كما رح خبركم انه هديتنا هذا الاسبوع هو هاتف هواوي واي سيكس 2019 مقدم من تلفزيون الفجيرة مين رح يكون نجم الاسبوع والرابح معنا اكيد رح نعرف بسبب بداية رح نشوف رينبو شو مخبي ونقول ابدأ يا رينبو رينبو سوف رينبو اصدقائي وقف عند اللون الاخضر وهاللون بيقول حيوان ثدي صغير من رتبة القوارض له ذيل طويل يساوي طوله يغطي جسمه الفرو وله حاسة شم متطورة يستطيع السباحة يعيش في معظم التضاريس من جبال وسهول وحتى في الصحراء ولكن النوع الاكثر يعيش في المنزل حيث يفضل العيش بالقرب من الانسان في المخازن والاجران والثقوب والانفاق ومجارير الصرف الصحي ما اسم الحيوان ثدي من رتبة القوارض ويعيش في المنازل نحكرر عليكم اصدقائي اللون الاخضر بيقول حيوان ثدي صغير من رتبة القوارض له ذيل طويل يساوي طوله يغطي جسمه الفرو وله حاسة شم متطورة يستطيع السباحة ويعيش في معظم التضاريس من جبال وسهول وحتى في الصحراء ولكن النوع الاكثر يعيش في المنزل حيث يفضل العيش بالقرب من الانسان في المخازن والاجران والثقوب والانفاق ومجارير الصرف الصحي ما اسم الحيوان ثدي من رتبة القوارض ويعيش في المنازل رح ناخد اول اتصال ونقول الو 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 اهلا اهلا كيفك حليمة؟ الحمد لله كيفي؟ انا تمام الحمد لله خبريني قدرت تعرفي الجواب؟ ايه؟ شو؟ الفقرة اكيد؟ اكيد 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 اه اوكي فاطمة رح تشارك؟ ايه تمام اهلا اهلا كيفك فاطمة؟ الحمد لله الحمد لله خبريني شو جوابك؟ الفقر وطبعا اكيد صح؟ ايه اكيد شكرا لكم صديقتي حليمة وفاطمة حليمة وفاطمة اول المشاركين معنا لليوم باول سؤال وقالولي ان الجواب الفقر يا ترى صح او خطأ؟ لازم نستنى شوي رح ناخد اتصال ونقول الو اهلا اهلا ونوار اهلا اهلا سارة ولا امنا امنا ولا سارة؟ امنا امنا كيفك اليوم؟ امنا كيفك؟ انا تمام خبريني امنا شو الجواب؟ اصار امنا كيفك؟ لا اوكي مين رح يشارك؟ موزة ام هنيا اوكي اوكي هنيا هنيا اهلا اهلا كيفك؟ امنا كيفك؟ امنا كيفك؟ انا تمام خبريني هنيا قدرت تعرفي الجواب؟ ايه شو؟ رفاق كمان بدون مساعدة؟ ايه اوكي طيب مين كمان؟ اهلا موزة صح؟ صح كيفك موزة؟ الحمد الله الحمد الله خبريني شو الجواب؟ اصار اصار ماما تعطي اوكي الله يخليلك الماما شكرا موزة عذايبة اهلا كيفك؟ الحمد الله سباب الحمد الله ان شاء الله تضلك بألف خير خبريني يا صديقتي شو جوابك؟ الفار اوه متأكدة صح؟ اكيد شكرا لك عذايبة مين كمان؟ سيف و سعيد و أحمد و سارة طبعا أهلا و سهلا كيفك سارة؟ الحمد الله كيفك؟ انا تمام الحمد الله خبريني شو الجواب؟ الفار حدا ساعدك؟ ايه اختي اوكي شكرا لقلها و شكرا لك سارة مين كمان؟ الواء سيف ولا سعيد؟ سعيد سعيد كيفك اليوم؟ حمد الله بكل حماس قلي شو الجواب؟ الفار طب انت بتخاف من الفارع ولا بس البنات بيخافوا من الفارع؟ كمان بخاف ما قابد خاف برافع عليك بطل مين كمان رح يشارك؟ البنات مو أقوياء البنات مو أقوياء؟ والله أقوياء يا سعيد مين كمان رح يشارك؟ سيف مين؟ سيف يلا اقوياء تقول ليش شكراً لكي أعطيتي هذا الروج نعم واذا تقول ليش شكراً لكي أعطيتي هذا الروج شكراً لمشاركاتكم أصدقائي إن شاء الله تكون إجاباتكم صحيحة لحد هلأ حليما وفاطمة والشلة كلهم كانوا متفقين إنه جواب الفار رح نأخذ اتصال جديد ونقول ألو ألو حمزة كيفك اليوم؟ الحمد لله الحمد لله خبرني شو جوابك الفار أكيد أكيد بتخاف الفارة ولا لا؟ اللي بيني وبينك ما بقول لحدا لا أكيد أكيد مرافو عليك طيب لينا وفارح رح تشاركوا؟ نعم أوكي أهلاً أهلاً كيفك لينا؟ الحمد لله الحمد لله إليلي شو جوابك؟ الفار الفار أكيد؟ أه أوكي فارح رح تشارك؟ أه تمام أهلاً أهلاً وسهلاً كيفك فرح؟ الحمد لله الحمد لله خبريني شو الجواب؟ شكراً لكم فرح حمزة ولينا مين لسه رح يشاركنا اتصال جديد ونقول ألو ألو مين معي أهلا وسهلا رنات كيفك اليوم الحمد لله الحمد لله خبريني شو الجواب ألفاء حدا ساعدك ماما ماما الله يخليها يا رب طيب رنات في حدا رح يشارك رتاج رتاج يا رتاج ألو كيفك الحمد لله الحمد لله خبريني شو الجواب الفار رماص 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 ألو سرعة سرعة خبريني الجواب سرعة شكراً لك رماص أنت كنتي آخر مشاركين معنا لهذا السؤال للأسف انتهى الوقت سؤالنا بيقول ما اسم الحيوان الثدي من رتبة القوارض ويعيش في المنازل أكيد صح الفار ألف مبروك لكل اللي شاركونا وراح نشوف ريمبو شو مخبي كمان ونقول ابدأ يا ريمبو ريمبو ستوف ريمبو أصدقائي كمان مرة وقف اللون الأخضر بس هالمرة اللون بيقول لعبة إمارتية شعبية حيث يلعبها طفلان فقط وذلك بجمع ثلاث حصيات ووضعها في أماكن مختلفة في مربع مرسوم على أرض رملية وتبدأ اللعبة بحيث يحاول كل طفل تكوين خط مستقيم على الرسمة ومن يفعل ذلك أولاً يعتبر هو الفائز ما اسم اللعبة الإمارتية التي يلعبها طفلان بتكوين خط مستقيم بالحصة؟ نحكرر عليكم أصدقائي سؤالنا بيقول لعبة إمارتية شعبية يلعبها طفلان فقط وذلك بجمع ثلاث حصيات ووضعها في أماكن مختلفة في مربع مرسوم على أرض رملية وتبدأ اللعبة بحيث يحاول كل طفل تكوين خط مستقيم على الرسمة ومن يفعل ذلك أولاً يعتبر هو الفائز ما اسم اللعبة الإمارتية التي يلعبها طفلان بتكوين خط مستقيم بالحصة؟ شاركوني أصدقائي وخبروني عن هذه اللعبة لأنه أنا ما بعرفها أول مرة بسمع فيها خبروني إذا بتلعبوها وإذا لبتوها قبل مثلاً مع مين تلعبوها عادةً تربحوا ولا ما بتربحوا شاركوني إجاباتكم خبروني كمان اسم اللعبة ما بتوقع تكونوا معارفين الجواب لأنه بتخيل أنكم بتعرفوها فكروا كثير مني حاولوا تذكروا إذا هيك مو متذكرين الاسم بس متذكرين اللعبة تسألوا الموجودين معكم حاولوا تسألوا جوجل مع العلم أنه بتوقع أن الموجودين معكم رح يعرفواها المرة أكتر من جوجل رح يخبروكن الجواب الصحيح تماماً الماما والبابا مثلاً أو إذا عندكن إخوان أكبر منكن بتوقع بيقدروا يساعدوكن أصدقائي ما اسم اللعبة الإماراتية التي يلعبها طفلان بتكوين خط مستقيم بالحصة شاركوني إجاباتكم وخبروني شو الجواب ومتل ما قلت لكم خبروني عادةً مع مين كدوا تلعبوا هاي اللعبة مثلاً إذا كنتوا تربحوا أو لا إذا ما بعث إذا فيها غش إذا كنتوا تغشوا أو لا كمان شاركوني أصدقائي رح ناخد أول اتصال نقول ألو ألو أهلاً حليمة لا فاطمة أوكي فاطمة أنا آسفة أهلا وسهلا خبرين ما شو الجواب يمكن الصبة الصبة ايه أوكي أكيد مليون أكيد مليون شكراً فاطمة حليمة رح تشارك يا حليمة ألو أيوة خبريني شو جوابك نعبة الصبة هل تعرفت لعبها أو لعبتها من قبل أو لا؟ لا أول مرة أتسمعها آه والله مع أنه مكتوب لعبة إماراتية شعبية من للاشتوقات كن لعبينها أوكي شكراً لكم صديقاتي حليمة وفاطمة حليمة وفاطمة قالوا أنه اللعبة اسمها لعبة الصبة هلأ هني كمان شكراً أول مرة بيسمعوا فيها وأنا كمان ما بعرفها بس بتوقع أنه اللي عاشوا بالإمارات طفولتهم يعني ومن زمان كتير يمكن كانوا يلعبوها فيكن تسألوا أكيد الموجودين معكم البابا والماما بتخيل أكيد بيقدر يعطوكم الجواب الصحيح بيقدروا يشرحو لكم عننا كمان إذا كنتوا مثلاً ملعبينينا من قبل أو ما جربتوا تلعبوها وأصلاً بتخيل الآن مع الآيباد والتلفزيون هاي الألعاب اندثرت رح نأخذ اتصال جديد ونقول ألو 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 سهلة ولا آمنة آمنة أهلا وسهلة آمنة خبريني شو جوابك الصبة تعرفي تلعبيها لا كمان آمنة ما بتعرف طيب مين ساعدك أدتي أوكي شكراً لألها الله يطول بعمرها شكراً لك آمنة مين كمان هنية أوكي شكراً لعبة كتير قديمة ألو أهلاً هنية خبريني شو جوابك الصبة كمان ما بتعرفيها صبة أهي أوكي شكراً لك صديقتي مين كمان سارة أوكي سارة يا سارة سارة يا سارة ألو أيوة خبريني شو الجواب الصبة طب سارة إنتوا هلا ما تلعبوا هاي الألعاب اللي بري رامل والحصها وهيك صح؟ صح تلعبوا على الإيباد أوكي شكراً لك سارة ألو سيف سعيد سعيد خبريني شو الجواب لعبة الصفة أكيد سيف سيف خبرني بحماس أكثر من السعيد ماذا الجواب؟ أيها سيف لعبة الصفة أين حماسك؟ موزا ماذا الجواب؟ لعبة الصفة ربة الصفة شكرا لك موزا مين كمان؟ مين؟ أحمد أحمد أهلا وسهلا من جديد أحمد شو الجواب؟ الصفة بقى أحد أرح يشارك؟ مين؟ شكرا لكم أيوة عذابة أهلين فيك خبريني شو الجواب؟ طب أنت بتعرفيها؟ والله ما أذكرها يذكر اللي عبرت نفسها لا كلها الأدقى ديمة شكرا لكم إن شاء الله تكون إجاباتكم صحيحة لحد هلا كل الأصدقاء اللي شاركوا معنا قالوا اللي إن جواب لعبة تصبة لكن للأسف ولا حدا منهم كان مجربة اللي عذابة يمكن تتذكرها يا ترى يا أصدقائي في حدا لسترح يعرف الجواب فيكن تتواصلوا معنا من خلال اتصال على اللعب الموجود قدامكم حاولوا تذكروا حاولوا تسألوا الموجودين معكم لأن شكل اللعب كثير 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 أذيمة حتى الشلة جدتهم اللي ساعدتهم فحاولوا هيك سألوا الموجودين البابا الماما نحن أخذ اتصال يلا أوكي ونقول ألو 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 فرح أهلا وصهلا من جديد خبرين شو الجواب أدرا أتوقع أنك ما بتعرفيها صح؟ أوكي شكرا فرح في حد رح يشارك؟ آه لينا لينا لأكيد ما بتعرفها ألو ألو أهلا أهلا خبرين يا لينا شو الجواب؟ لعبك الصبلا صبا شكرا لينا من كمان؟ حمزة رح يشارك؟ لا أوكي شكرا لكم فرحوا لينا إن شاء الله تكون أوه بشارك بشارك أوكي حمزة يا حمزة حمزة نعم أيوة يا صديقي خبرني شو الجواب الصبا الصبا شكرا لكم أصدقائي ما معنا اتصال ولا ما معنا؟ معنا اتصال ونقول ألو ألو راناد أهلا وسهلا من جديد إليلي شو اللعبة؟ شو اسمها؟ لعبة الصبا حدا ساعدك؟ هي ماما؟ هي الله يخليها ريتاج رح تشارك؟ ألو؟ ريتاج بسرعة بسرعة خبريني الجواب لعبة الصبا شكرا لكم راناد و ريتاج كنتوا آخر المشاركين معنا لهذا السؤال تهلوات أصدقائي سؤالنا بيقول ما اسم اللعبة الإماراتية التي يلعبها الضفلان بتكوين خط مستقيم؟ بالحصة والجواب؟ صح نعبة صبا ألف مبروك لكل اللي شاركونا ريم بولسا مخبيه تحديات بس بعد البريك ورجعنا لكم أصدقائي لنكمل تحدياتنا لليوم بدي ذكركم أنه كل المطلوب منكم تفكروا كثير منيح وتشاركونا إجاباتكم من خلال التواصل على رقم الموجود قدامكم رح نشوف ريم بو ما مخبيه كمان ونقول ابدأ يا ريم بو ريم بو ستوب ريم بو أصدقائي وقفوا عند اللون البرتقالي وهاللون بيقول هو جريش القمح المجفف بعد سلقه وطحنه وتنخيله ويعد فوائد وقيم غذائية عالية ويدرج تحت قائمة الكاربوهيدرات المعقدة ويستخدم في العديد من بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط كبديل للأرز ماذا يسمى جريش القمح المجفف ويستخدم كبديل للأرز لح أرجع كرر عليكم سؤالنا بيقول هو جريش القمح المجفف بعد سلقه وطحنه وتنخيله ويعد فوائد وقيم غذائية عالية ويدرج تحت قائمة الكاربوهيدرات المعقدة ويستخدم في العديد من بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط كبديل للرز ماذا يسمى جريش القمح المجفف ويستخدم كبديل للرز بكروا كثير منيح أصدقائي يكشفوا اتصالاتكم إذا ما كنتوا عارفين أكيد تقدر تسأل الماما دي أكيد 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 رح تخبركم الجواب الصحيح لأن السؤال بالنسبة للإنمهاتنا كثير سهل رح ناخد اتصال ونقول أهلاً فاطمة أهلاً فاطمة أهلاً فاطمة أو حليمة 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 ما هو الجواب؟ شوفان أهلاً شوفي هو بديل للرز البرغل البرغل أو شوفان البرغل هل تعرف أن تطبخي أو لا؟ أنا أعرف إنه قليلاً صح؟ نعم قليلاً حشطر مني طيب فاطمة ستشارك إيه أوكي فاطمة يا فاطمة أهلاً وسهلاً خبريني شو جوابك؟ برغل أكيد مليون أكيد مليون شكراً لكم حليمة وفاطمة شاركونا حليمة وفاطمة كانت إجاباتهم البرغل يا ترى صح أو خطأ؟ أنا عرف شاركونا أنتو كمان أصدقائي وخبروني أنتو بتحبوا الرز ولا البرغل لأنه تقريباً أغلر بالأكلات اللي بنعمل بجنبه رز كمان بنعمل بجنبه برغل سنأخذ اتصال جديد ونقول ألو 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 سارة أمنة هاي سمعت التبولة أمنة أو سارة؟ أمنة أمنة أهلاً وسهلاً صديقتي خبريني شو الجواب؟ برغل أكيد أكيد نحن نحطه بالتبولة نحن كمان نحطه بالتبولة طيب شكراً لك أمنة مين كمان رح يشارك؟ هنية 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 سوري شكراً ألو 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 مين؟ هنية آه أوكي اللي كانت قامناها لها هنية طيب أهلاً وسهلا هنية خبريني شو الجواب؟ أه البرغل متأكدة؟ هاي أوكي شكراً لك هنية من كمان؟ سيف تمام ألو أيوة سيف إللي شو الجواب؟ البرغل مين ساعدك؟ أكيد نو أنت عرفت ماما الله يخليها شكراً سيف مين كمان؟ سعيد تمام ألو أيوة سعيد شو جوابك؟ البرغل أكيد أكيد شكراً مين كمان؟ سارة تمام سارة أهلاً أهلاً إللي شو الجواب؟ سارة يا سارة البرغل متأكدة؟ حدا ساعدك؟ ألا لا؟ أهلاً أوكي شكراً لك سارة أنا مهم بقدر أسمع صوتكم كثير بوضوح الصوت عم بقطع ما شكراً؟ في حدا كمان رح يشارك؟ ألو أهلاً عوديبة شكلك أنت أصلاً لا يعرفتي وأنت اللي ساعدتي ومن شكلك أصلاً من الخط نقطع أنا هيك حاسي نقطع الاتصال أصدقائي بتوقع ما بقي غير عوديبة وموزة وأحمد ليشاركوا أنا ورينبو أكيد عم نستنى مشاركاتكم لتخبروني شو الجواب كتفوا اتصالاتكم أصدقائي وخبروني ماذا يسمى جريش القمح المجفف ويستخدم كبديل للرز شاركوني اتصالاتكم خبروني إذا أنتم من محبين الرز أو البرغل أو شي تاني مثلاً فاكروا كتير منيح وكتفوا اتصالاتكم وشاركوني إجاباتكم من خلال التواصل على ريام الموجود قدامكم راناد وريتاج أصدقائي وين كن؟ رح ناخد اتصال تجدوا نقول ألو ألو؟ أهلاً أهلاً شفتوكم تسع مسال عنكم راناد خبريني شو جواب؟ البرغل أكيد 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 مين ساعدك؟ معمام الله يخليلك إياها مين كمان رح يشارك؟ ألو؟ ريتاج؟ ها أيوة ريتاج أليدي شو شوابك؟ البرغل أكيد صح؟ أكيد 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 ألو؟ 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 أيوة ريماس ألو؟ ألو؟ أكيد ريماس كيفك؟ منيحة؟ أليم أكيد أئيم أحفار ألو؟ أيوة أ أمم شكراً لكم صديقاتي أيضاً رينادي، ريفا rescue و ريماس vegetة كانوا نظاره متفقنا مع شله و مع حلى ما و فاطمة و قالوا لنا وجواب البرغل معنا إتصال تجدون؟ نقول ألو؟ ألو أهلاً مين معي؟ جله أهلاً كيفك اليوم؟ مليحى أهلاً، حبريني primero ماذا الجواب؟ برغي حدا ساعدك؟ ماما ماما الله يخلي لك الماما وشكرا لك جلنار إن شاء الله تكون إجابتك صحيحة يا صديقتي وتكوني نجمة الأسبوع من بين الرابحين وتجي معي هون ها تشاركيني السحب مين لسه من الأصدقاء راح يشاركونا فكروا كتير كتير منيح أصدقائي وكذفوا اتصالاتكم ليكون عندكم فرصة أكبر تقدروا تدخلوا معنا السحب وتربحوا معنا تليفون هواوي واي سيكس 2019 مقدم من تليفزيون الفجيرة يترى مين راح يكون نجمة الأسبوع ومين اللي راح يربح معنا أكيد أنه لانكم راح نعرف بعد بكرة نهار الخميس تذكروا كمان أن اليوم فرصتكم الأخيرة لحتى تشاركوني اتصالاتكم فكروا كتير 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 منيح وشاركونا من خلال اتصال على رقم الموجود قدامكم للأسف يا أصدقائي بدأ العدد التنازل الخاص بهذا السؤال وانتهى الوقت سؤالنا بيقول ماذا يسمى جريش القمح المجفف ويستخدم كمديل للرزء أكيد الجواب البرغل ألف مبروك لكل اللي شاركونا كالإجاباتكم كانت صحيحة ورينبو محطر شي لازم نقوله يبدأ يا رينبو رينبو ستوب رينبو أصدقائي وقف عند اللون الأصفر وهاللون بيقول عضو في الفقريات يمر عبره الطعام إلى المعدة وهو عبارة عن أنبوب عضلي يبلغ طوله عند البشر البالغين حوالي 25 سنتيمتر وهو أحد الأجزاء العلوية من الجهاز الهضمي يبدأ من مؤخرة الفم ويمر عبر الحجاب الحاجز ومن ثم ينتهي في المعدة ماذا يسمى الأنبوب العضلي الذي يمر عبره الطعام إلى المعدة؟ رح كرر عليكم أصدقائي اللون الأصفر بيقول عضو في الفقريات يمر عبره الطعام إلى المعدة وهو عبارة عن أنبوب عضلي يبلغ طوله عند البشر البالغين حوالي 25 سنتيمتر وهو أحد الأجزاء العلوية من الجهاز الهضمي يبدأ من مؤخرة الفم ويمر عبر الحجاب الحاجز ومن ثم ينتهي في المعدة ماذا يسمى الأنبوب العضلي الذي يمر عبره الطعام إلى المعدة؟ نحن أخذ أول اتصال من قول ألو؟ ألو؟ طبعا طبعا حليمة أهلا وسهلا فيك خبريني شو الجواب؟ المريء هذا ساعدك؟ موه الله يخليها بس أنت خبريني بتحبي العلوم ولا لا؟ لا أمو عين أوكي شكرا إليك حليمة فاطمة رح تشارك؟ تمام ألو؟ أهلا يا فاطمة إليلي يا صديقتي شو الجواب؟ المريء وانت من محبين العلوم ولا مثل حليمة لا؟ لا أحبه طيب شكرا إليكم حليمة وفاطمة إن شاء الله تكون إجاباتكم صحيحة فكروا كتير كتير ميح أصدقائي وقدفوا اتصالاتكم إذا ما كنتوا عارفين الجواب بتقدر تسأل الموجودين معكم؟ كمان تقدر تسألوا جوجل اتصال جديد من قول ألو؟ ألو ألو؟ سارة ولا أمنة؟ سارة أهلا وسهلا فيكي خبريني سارة شو الجواب؟ المريء مين ساعدك؟ شهد آه لحالك؟ هاي يا سلام شكرا إليك سارة مين رح يشارك؟ موزا أهلا وسهلا خبريني موزا شو جوابك؟ المريء هاي شكرا إليك يا صديقتي مين لسه؟ أهلا عوديبة أهلا وسهلا من جديد خبريني عوديبة شو الجواب؟ المريء طبعا سهل بدو مساعد صح؟ لا بدو مساعدة شكرا إليك عوديبة مين كمان؟ أهلا هلأ آمنة صح؟ أو هنية؟ آمنة آمنة أهلا وسهلا من جديد إليليا آمنة شو الجواب؟ المريء أكيد أكيد شكرا آمنة يلا مين كمان؟ أحب العلوم وشكرا طلوتي لنا علمتني شو بتحب العلوم وشو؟ وشكرا طلوتي أزل عايش الصوية يدي آه أوكي تمام طيب يا هلأ؟ هنية؟ هنية هنية أهلا وسهلا فيك من جديد خبريني شو جوابك؟ المريء أكيد أكيد بتحب العلوم ولا لا؟ ها أوكي شكرا إليك هنية من كمان؟ صيف سعيد وأحمد أوكي سيف؟ ألو سيف؟ ها أهلا أهلا خبرني سيف شو الجواب بكل حماس؟ رح عمل مصابقة بالحماس بينك أنت وصعيد وأحمد أوكي أوكي من رح يشارك؟ سعيد يلا تمام ألو ألو يلا سعيد فرجيني شو عندك حماس؟ ألوه أوكي أحمد ألوه أيوة يا أحمد يلا لشوف يا الله كلكم نفس الشي كلكم هيك حماسكم كتير عالي مبعد من ربح شكرا لمشاركاتكم أصدقاء إن شاء الله تكون إجاباتكم صحيحة وبتوقع يمكن إذا واحد من الشل فاز لازم هيك تقاسم الجائزة مع الكل كلكم إن شاء الله بتجاوبوا بتساعدوا بعض إن شاء الله تكون هالإجابات صحيحة وتقدر تكونوا كلكم نجوم الأسبوع والرابحين معنا مين لسا من الأصدقاء رح يشاركونا حمزة فرحوا لينا راناد ري تاجو ريماس أنا ورينبو عم نستناكم معنا أنت صالم نقول ألو مجلنار طبعا ألو رينات رينات سالب خبريني رينات شو الجواب المريق حد استاعدك مين نعم شكرا لك رينات مين كمان يالله تمام ألو أيوة ري تاج ري تاج أنت بالمدرسة ولا لا بالمدرسة تحبي العلوم ولا لا اوكي طيب لكان خبرين شو الجواب المري اوكي شكرا لك ري تاج ريماس بيح تشارك شكرا لك يا صديقتي إن شاء الله تكون إجابتك صحيحة هلأ كمان ذكرت أفنان وبيان أصدقائي أنا ورينبو عم نستنى مشاركاتكم فكروا كتير منيح وكثفوا اتصالاتكم مين لسه من الأصدقاء ممكن هيك شاركونا تذكروا أنه بيتنا لهذا الأسبوع كتير قيمة وبتستهل منكم تفكروا كتير 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 منيح وتتصلوا فينا وتشاركونا ومتل ما بخبركم دائما إذا ما كنتوا عارفين الجواب تقدروا تسأل الموجودين معكم تقدروا كمان تسألوا جوجل أكيد أكيد رح يعطيكم الجواب الصحيح ماذا يسمى الأنبوب العضلي الذي يمر عبره الطعام إلى المعدة فكروا كتير منيح يا أصدقائي ترى مين لسه من الأصدقاء هيك ممكن يلحق نهايات الوقت ويتصل فينا ويخبرنا الجواب اتصال الجيلة بنقول ألو ألو أهلا جلنار خبريني شو الجواب المري حد الساعتك ماما الله يخلي لك الماما وشكرا لك يا جلنار إن شاء الله تكون إيجابتك صحيحة يا صديقتي وتكوني نجمة الأسبوع مين لسه من الأصدقاء رح يشاركونا للأسف أصدقائي جلنار كانت آخر الأصدقاء المشاركين معنا لهذا السؤال بدأ العد التنازلي وانتهى الوقت سؤالنا بيقول ماذا يسمى الأنبوب العضلي الذي يمر عبره الطعام إلى المعدة والإجابة أكيد صح المريء ألف مبروك لكل اللي شاركونا رينبول لسه عنده معلومة وحدة سمع لبريك ورجعنا لكم أصدقائي لنكم الجزء الأخير من حلقتنا لليوم رح نشوف رينبو شو نخبي ونقول ابدأ يا رينبو رينبو أصدقائي وقف عند اللون الأصفر وهاللون بيقول فاكهة من الفصيلة الوردية وهي حوالي 30 نوع تنمو ثمارها خلال فصلي الربيع والصيف وتنضج في الخريف تحتوي على فيتامين جيم وهاوى بي 2 وأيضا على بعض المعادن مثل النحاس والبوتاسيوم ويستخدم خشبها المتين جدا في صناعة الأثاث ما اسم الفاكهة التي يستخدم خشبها المتين جدا في صناعة الأثاث رح ناخذها ولا اتصال ونقول مرحبا مين معي حبيب أهلا وسهلا حبيب كيفك اليوم حم الحمد لله خبرني يا حبيب شو الجواب منجا شكرا إلك يا صديقي يا حبيب كان أول مشاركين معنا لهذا السؤال وبيقول أن الجواب الإجاس يترى صح أو خطأ فكروا كتير مني يا أصدقائي وخبروني شو إجاباتكم خبروني كمان شو أكتر نوع فاكهة أنتو بتحبو بتحبو تاكلو دايما أو حتى تشربو عصير فكروا كتير كتير منيح وكتفوا اتصالاتكم ما اسم الفاكهة التي يستخدم خشبها المتين جدا في صناعة الأثاث اتصال جديد ومنقول ألو مر ألو ألو آمنة آمنة أهلا وسهلا فيك من جديد خبريني شو الجواب الإجابة مصاعدة ولا بدون كيف يجب أقول قصة بالفكر مصاعدة بس مصاعدين عمي تقاطينه إجابة برافو أهم شيء أنك حاولت شكرا إليك آمنة مين كمان ألو هلأ سهرة صح؟ أهلا وسهلا خبريني سارة شو الجواب؟ قبل ما أقول الجواب يعني ما نصاني إذا بنشارك في أسئلة يستويش لكلها أقول الجواب مرة واحدة يعني ما أاخد منكم كلكم؟ يعني هل settيم نبن قول يعني إجابة جماعية آه اوكي اذا حبيته تمام ومنحط الاسم الشلة اوكي خلص اتفقنا تمام شكرا لك صديقتي مين كمان اهلا عذايبة اهلا و سهلا خبريني شو جواب شكرا يا صديقتي مين كمان عجبتني هاي كل الشلة تشارك مرة وحدة سعيد ولا موزا 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 خبريني شو جوابك شو شو شكرا لك موزا يلا مين كمان صعيد ولا صيف صعيد صعيد خبريني شو جوابك اللي جواب اكيد شكرا لك صعيد مين كمان شمك اوكي نوار قولي حكي بل هو كالسلون ليش عشان شو نحن نفوز عشان لا طيب ما هو كمان عم بشارك يكي يلا اوكي خليني اخد من الجواب الو الو سيف قل لي شو جوابك الاجاب بس انت موكس لا انت شطور صح صح شكرا لك سيف مين كمان احمد اوكي يلا احمد الاجاب شكرا لكم سيف و سعيد و احمد انتو كتير شاطرين نعم شكرا لكم اصدقائي احمد استعد ان احمد انت احمد عم دي كنت احمد رقمي إيجاز أنت بتحب الإيجاز ولا لا؟ إيه شكراً لك جلنار إن شاء الله تكون إيجابتك صحيحة من السمن الأصدقاء راح يشاركونا أصدقائي مع اسم الفاكهة التي يستخدم خشبها المتين جداً في صناعة الأثاث اتصال جديد ونقول ألو ألو حليمة أهلا و سهلة من جديد هالمرة في كتير ناس سبقوكم عادي خبرين يا حليمة شو الجواب الإيجاز من محبين الإيجاز ولا لا بتحب شي تاني؟ لا أنا بحب الفراولة او أنا كمان شكراً لك حليمة فاطمة راح تشارك ايه اوكي جودنايت مالتيلي جودنايت أهلاً فاطمة خبريني يا صديقتي شو جوابك؟ الإيجاز وأكيد صح؟ مليون أكيد مليون شكراً لكم حليمة و فاطمة أنا و رينبو أكيد عن استنى مشاركاتكم نهاري الخميس و إن شاء الله تكونوا من بين الرابحين ما تشاركونا وتكونوا معي هون بالستوديو إن شاء الله تكون إجاباتكم صحيحة اتصال جديد و بنقول ألو 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 ريند أهلاً وسهلاً من جديد خبريني شو جوابك؟ إيجاز أكيد أكيد مساعدة ولا بدون؟ مساعدة أكيد 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 شكراً لكم صديقاتي أنتوا كنتوا آخر الأصدقاء المشاركين معنا للأسف انتهى الوقت والجواب بقول الإجاز أكيد صح ألف مبروك لكل اللي شاركونا للأسف أصدقائي مشوارنا خلص معكن صار وقت نقول لكن باي باي اشتركوا في القناة